بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الثالث والخمسون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد نواصل اقتباس الأضواء من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وكنا في الحلقة السابقة ذكرنا مقتطفات من كلامه في بيان أن الاشتراك الموجود بين أسماء الله وصفاته وأسماء وصفات المخلوقين في اللفظ والمعنى العام لا يجب الاشتراك في الحقيقة والكيفية قال رحمه الله ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين ولله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة قال فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة عليم بعلم قدير بقدرة سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام مريد بإرادة ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ولضاه وغضبه وكراهته فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات فيقال له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته بل القول في أحدهما كالقول في الآخر فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ولضاه وغضبه وهذا تمثيل وإن قلت إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به قيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به وله رضا وغضب يليقان به وللمخلوق رضا وغضب يليقان به فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن العقل الحادث دل على القدرة لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة والإحكام دل على العلم وهذه الصفات مستلزمة للحياة والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك ثم ذكر الشيخ رحمه الله عن ذلك جوابين الأول أن كون العقل دل على هذه الصفات التي ذكرتها فإنه لا ينفي ما عداها لأن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين وليس لك أن تنفيه بغير دليل لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت وقد دل الشرع على هذه الصفات التي نفيتها ولم يعاند ذلك معارض عقلي ولا سمعي فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم والجواب الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات التي نفيتها بالدليل العقلي أيضا الذي أثبت به ما أثبت بأن يقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة فدلالة التخصيص على المشيئة وإكرام الطائعين يدل على محبتهم وعقاب الكافرين يدل على بوضهم كما ثبت بالشهادة والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته تدل على حكمته البالغة ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة ثم قال الشيخ رحمه الله وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم قيل لك ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم فانفي الأسماء بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم إلى أن قال رحمه الله الأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات فإذا قال السائر كيف استوى على العرش قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا قيل له كيف هو فإذا قال لا أعلم كيفيته قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله إذ العلم بكيفية الصفات يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له فكيف تطالبني بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستوائه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستوائهم انتهى المقصود من كلام الشيخ رحمه الله وهو بهذه المناظرة مع نفات الصفات بعضها أو جميعها قد أفهمهم وألزمهم بالاعتراف بالحق وإلا كانوا معاندين فالواجب على المسلم الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله وأسمائه وأن لا يتدخل بعقله القاصر وفهمه الكاسد في تأويل النصوص وصرفها عن معانيها الصحيحة بل فرضه التسليم والوقوف عند حده فهذا هو طريق النجاة والسلامة من التكلف والانحراف نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين